والحمد لله من اول حلقة ليا هنا انا وفريل اعداد وبصراحة وفريل عمل بالكامل قلنا ان احنا هيبقى عنوان عندنا المصدقية وانا من خلال المصدقية عندنا بعتذر لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك على خبر فتوح لان انا واحد من الناس اتكلمت على خبر فتوح بانضمامه للنادي الاهلي وقلت هنا من خلال البرنامج ان فتوح وقع للنادي الاهلي لمدة اربع سنوات وعلى فكرة ده يعني طبيعي كلنا بنغلط وكلنا بنقول بس انا من خلال حتى قعدتي مع فريل عمل وتكلمنا بصراحة عملنا اجتماع بس انا بعتذر الاول على الخبر ان انا قلت ان فتوح في النادي الاهلي وارد ان الامور تختلف ودي كورة فانا حابب من خلال لاننا من اول يوم قلت المصدقية هي عنوان لو اخطأت هطلع اعترف بالخطأ بتاعي بالخبر اللي انا قلته وطلع غلطه وارد انه يحصل بس انا كنا متأكدين مية في المية انا وفريل عمل وعدنا مع بعض على فكرة وتكلمنا ان ازاي الخبر ده يطلع من خلال تواجدي هنا وفي الاخر فتوح ينضم النادي الزمالك مبروك النادي الزمالك على الصفقة اولا صفقة يعني مميزة جدا ودي اول صفقات نادي الزمالك ولا صفقات نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية بهنيهم على الصفقة دي بس دي صفقة داخلية يعني صفقة داخلية يعني ما فيش اي صفقة جديدة يعني خصوصا كمان ان الكلام كان كتير جدا في الفترة الاخيرة على فتوح وانضموه النادي الاهلي وانا قلت ان فتوح كان قريب جدا من النادي الاهلي وما عدت مع الاعداد قالولي والله يا كابتن الكلام كان كله فعلا فيه مفاوضات ما بين الاهلي وفتوح وخلاص كان شبه اتفاق رسمي بس قالولي حاجة كده غريبة شوية يعني قالولي ان فيه لاعب سابق من نادي الزمالك هو اللي تدخل وخطف خطف فتوح من نادي الاهلي فطبعا طبيعيا هيحصل كده لاني برضو التفاوض ما بين الاهلي مع الزمالك والزمالك مع الاهلي بتاخد وقت وممكن وارد النفسانية الموضوع بتغلص فيه بعض المحبين وتقلب الضبط ان فيه لاعب سابق تدخل ويمكن هو بيدافع عنه الحد لا تواهم مش عايزين يقوله اسمه بصراحة يعني بيتكلم ان هو بيدافع على فتوح وبيتكلم ان ازاي وفيه لعيبة كتير جدا بتتكلم على فتوح وبيدفع عنه بس الغريبة الموضوع برضو يعني غريب شوي يعني المدفع المستميتة دي يعني اتقال ان فيه وراها فيها مصلحة شخصية ما بينه وما بين فتوح حد دولتي يعني بحاول على قد ما قدروا لهم مين اللاعب ده لان فيه اكتر من كذا لاعب بصراحة اتكلم ومستميت بصراحة بس انا مش عارف احد دمين يعني انا بحاول ان انا اتكلم في القصة دي لان فعلا الموضوع كان غريب يعني انت في لحظة كان انتقال الاهل وانا قلت ان من خلال برنامجنا هنا ان فتوح كان قريب من الاهل فجأة اللاعب تدخل وخطف خطفه للاخل خطفه للزمالي بس فيها كلام كتير جدا فيها زي ما بيتقال كده معافش يعني اللي تقال ان فيه عمولات تلعت عن طريق فتوح فيه عمولة ان هو تدخل وحل المشكلة بس انا لحد الوقت يعني مش عارف مين بصراحة انا يعني بحاول ان انا اتكلم مع فريل اعداد ان نشوف مين اللاعب اللي تدخل في الموضوع ده لانه بيقوله ان هو بيدافع يعني دفاع مستميت على فتوح وحقه خلينا نتكلم بصراحة هو لعب مميز ولعب كويس جدا بس زي ما انا قدمت اعتذاري برضو انا بعتب على مجلس ادارة نادي الزمالك يعني منين انت عرضتوا للبيع ومنين ان انت اتكلمت وكل الناس راحت في حتة وانتصار لنادي الزمالك وانتصار للقيم والاحترام والمبادئ لنادي الزمالك وخلاص ومش هيخش النادي تاني وقرار رسمي وانا قلتها قبل كده قلت ان مجلس الادارة تصرع تصرع بشكل كبير جدا على فتوح انت حتى ما سبتش حتة اهو مهرجة مهرجة الموقف بقى ايه بالزبط بصراحة يعني موقف غريب وخصوصا كمان ان كان فيه هجمة اعلامية لا فتوح ما يبقاش موجود في الزمالك وهم قالوا ده استبعاد وكلام عليه بصراحة يعني انا اللي مستغربه ان تلق عليه كلام في الفترة الاخيرة يعني غريب بصراحة قالك ان هو هرب من المعسكر وكان مش عارف زهران وعمل بلوك الشكبالة وعمل بلوك الزيزو وعمل بلوك اللي نادي الزمالك وعمل انفوله على انستجرام وتويتر وعمل قصة كانت قصة كبيرة جدا والجمهور كان زعلان قوت فجأة فتوح بقى جميل يعني بصراحة يعني موضوع غريب طب يعني منين بيودي فين او منين بيروح على فين مش عارفين حاجة بالزبط هالنادي الزمالك لما خد القرار ده او مجلس الجدارة لما خد القرار كمتسرع او متسرع متسرع خلا نحن نتكلم او خلا ناس كثيرة جدا تتكلم والغريب ان الرأي العام تغير يا جماعة ده كان لسه من من حوالي اسبوعين كان وحش وكانت الناس كلها بتتلكك اهي الصورة دي اللي انا منتظر يعني الصورة بصراحة فيها كمة التفاول او سنة جديدة اولا كل سنة طيبين وسنة جديدة وان شاء الله سنة خيرة على الكل يعني كمة التفاول وكمة الدحك طب الصورة دي يعني الكلام اللي حصل قبلها ده كان ايه بالضبط كان ايه ظروفه يعني حتى الجمهور بيدافع ابننا يا جماعة ده كان لسه كان لسه كان لسه لعب بتاعك كده عاق عاقل النادي الزمالك وعاقل لان هو هرب وعمل مشكلة ولا يصلح لنادي الزمالك والدرجة انه اتعمل عليه احصائيات يعني في ثانية الاحصائيات دي اختفت وراحت في حتة تانية وانا واحد من نسبة هاجم على بسبب الموضوع ده يا جماعة طيب ما انا قلتهب لكده ليه مجلس الادارة تصرع ليه تصرع من مجلس الادارة في عرض للبيع ووصول للجمهور ان ما ينفعش طب ماشا النادي الزمالك اولا مبروك على الصفقة يعني الصفقة الواحد لما بيشوفها النادي الزمالك اه عمل انجاز بصراحة انه وجاب صفقة جديدة بس دي صفقة داخلية يعني النادي الزمالك تعاقد مع لعيب من عنده باعه عرضوا للبيع وبعد كده متعاقد معاه واشتريت تفين الصفقات بقى يعني الليلة اللي معمولة دي ما هو اصلا هو لاعيب نادي الزمالك يعني فانا مش عارف ايه الحدث الجديد يعني فتوح لاعب نادي الزمالك يعني لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك والحد اخر لحظة كان متواجد يعني من حوالي شهر او اه شهر او اهل من شهر يعني فجأة اتعامل عليه اه ترحيب ويرحبه بابننا الجديد ما هو موجود قصد يعني هو موجود ليه ليه ترحب الزيادة دي ليه الموضوع خلاص الموضوع كان مشكلة والرأي اختلف وكل الناس اللي كانت بتتكلم على فتوح لا ما ينفعش وما يصلحش واحسن قرار وافضل قرار بعديها بقى احسن قرار من مجلس ادارة ولو ابنك هتقس عليه و هتتباحه تم انت يا جماعة انت اللي دبحته يعني معلش انت انت بتتكلم على الجمهور تم انت اللي سخنت الجمهور عليه تم انت اللي سخنت الجمهور ان يتكلم عليه بطريقة مش حلوة تم انت اللي عملت كل ده انت اللي عملت الازمة من الاول فبتقل انت ابنك تقس عليه تم انت قسيت عليه تم انت قسيت عليه واتكلمت عليه كلام بصراحة يعني حتى يعني اللعيب مهما كان انا ابن النادي ومهما كنت موجود ومتقلق معنا دي بس دي كزا مرة كده فتوح يطلع عليه كلام مش حلو يعني دي ده حتى مش حلو الاسم نادي الزمالك ولا اسم حتى للمسؤولين في نادي الزمالك فجأة الدنيا تغيرت وفجأة الدنيا بقت كويسة وبقت حلو انا واحد اهو اخطأت واعتذرت بس سايب مجال لان انا وارد ان انا اقول اخبار ما تطلعش صح وانا باعترف انا اول واحد في مصر في الاعلاميين واتشرف طبعا انا انا باعتبرش نفسي من الاعلاميين لان انا في الاول اخي اللاعب كورا اخطأت باعتزه بس اللي اعتاب على مجلس الادارة وكلنا بنكتهد وبنحاول نكتهد وطبيعي مرة تلاقي الموضوع ماشي ومرة تلاقي الاخبار صح ومرة تلاقي الاخبار خط بس على مسؤوليتنا ان كان فيه تفاوض ما بين فتوح والنادي الاهلي وكان الموضوع قريب زي ما قولتلكم ان فيه لعيب سابق تدخل وحسم الموضوع ده اللي بيتقلب الزبط يعني ده اللي حصل ايا كان بقى فيه لناس كتير اللي انها تلعت وبتدافع عن فتوح وده ابنك هتقدر اه هتقسى عليه هتتباحه ما انتوا اللي دبحتوه يا جماعة يا ما انتوا اللي دبحتوه اعلاميا انتوا اللي تكلمتو عليه اعلاميا بطريقة سيئة انت اللي طلعته ان هو احنا من غيره كسبنا واحنا من غيره متقلقين ومن غيره احنا احسن فريق في مصر في الاخر رجع الموضوع تاني بصراحة يعني انا مش عارف يعني الموضوع بيضار ازاي بس الادارة كده بالشكل ده مش صح طالما اخدت قرار قرار بعدم تواجده اعرضه للبيعت انت بعته ايه يعني فين فين البيع وفين انت اشتريته ما بيعتوش وبصراحة انا شفت الفيديو بتاع فتوح الحاجة فيه حاجة حتى لفتت نازل بيكلم حتى هو مش حس ان هو مستعجل يعني حتى الفيديو بتاعهم مستعجل يعني الواحد لما بيمضي انا والله العظيم لما لوحد كان بيجدد العادة بتاعوا تلاقي الديحكة دي من هنا الهن والله يا فاكرين كابتان حسام حسن كمان حتى في مجأة ما عامل الديحكة دي كده الديحكة مش مينة عليه الديحكة تحس ان هو يعني مجبر ان هو يقول الكلام ده وقال لك اصلي الناس فهمتني غلط واصلي السور تفهمت غلط بص انا ما بحب شأس على لعيب بس الواحد دايما في المجال ده بيقابل كتير وبيشوف كتير بس انا باتكلم على موقف انت خليت الاتجاه ولبست فنالة حمرة وبيت نازل سورة فنالة حمرة ويقول لك الناس فهمتنا غلط نازل فهمت غلط ما حدش فهمت غلط على فكرة المجال ده وفتوح عارف المجال ده صغير جد وكلنا اللي في المجال عارفين بعض وعارفين الدنيا ماشي ازاي انت اخطأت انت كنت خلاص قريب للنادي الاهلي وخلاص النادي الزمالك لا ان الموضوع رايح في اتجاه اتجاه الاهلي فحافظه فارجعه اكتن بس انا العتاب كله اهو بسه كمان ما شاء الله تضحك يعني في الطبيعي كل الناس هتتحك يعني الامور هتبقى ماشية بالشكل ده عادي اي واحد هيبقى متعاقد حتى في الفيديو بتاعه انا عامل كده والله في فيديو شفته كده كان اللي هو الاعتزار ده في الاخر خالص اللي هو خلاص تمام خلاصت الكلامي يعني تحس ان هو انا بقول الكلام ده وانا مش مكتنع لا فادوح انت كنت افوته اي لكلام وتعبيراتك مكتنع بيها انت تحس ان حد بيقالك الكلام انت هتقول ايه لان طريقتك في الفيديو والله انا من اللي حب دايما اتابع الفيديوهات واشوف الحاجات اللي هي اللي انا عرفها كلاعب وممكن الناس كتير جدا تكون لحظة في الفيديو بعد ما خلص اللي هو كمان انا قلت الكلام كويس طب يا جماعة ده صح ده صح مش صح خالص يعني حتى انت خليت الموقف ما بين اول دلوقتي استفاد مادية فاتوح استفاد مادية من نادي الزماد حقيقي استفاد مادية واستفاد بشكل كويس ونفذ الطلبات اللي حصلت نتيجة التفاوض مع النادي الاهلي بس العتاب على مجلس الادارة انه هو خد قرار غلط وما سبتش مساحة ان انت تتفاوض مع اللعيب لانك انت القرار اللي خدته والكلام اللي نزل على اي لعيب انا ما عرفش بصراحي يعني انتو بعد ما الكلام اللي انتو قلتوه ده على فاتوح انا مبسوط اولا ان فاتوح مادة اش هناخلص من القصة دي وقصة دي تتقفل واتمنى كمان عمر كمان عبدالواحد الموضوع ده ينتهي لاني الموضوع ده ينتهي لاني بقاله فترة كبيرة جدا شغل الرأي العام وشغل الاعلام ما عندناش غير الكلام ده الحاجة الوحيدة ان فاتوح انت هو في نديك اصلا انت ما عملتش صفقة جديدة هي اه اولى صفقاتك بس ما فيش اي اضافة ما هو عندك لعيب عندك بس انت اولا كلامك عليه وطريقتك عليه خلت الامور تبقى حتى انا معرفش هو هيتعامل ازاي وهي لعب ازاي هو استفاد مادية خلاني اتكلم ان فاتوح استفاد مادية وقدر يوصل للي هو عايزه بس عتابي على مجلس الادارة ان انت كان مفود عندك اولويات اه اتفاوض معاه وتكلم معاه طالما ان انت عايز تجددله وتضغط عليه مكنتش لازم ان انت توصل الصورة دي للناس لان فعلا كان الكلام كان قاسي جدا اه اتمنى نادزة مالك بقى يفكر في الفترة اللي جاية انت تشوف هتعمل ايه انت يا خلاص الصفقات ويفتع كده برضو شفت التصريحات من مجلس الادارة مصدر مسئول ان فيه صفقات الفترة يتاب الكيد تشل الكيد ما تشلش ما هو كده خلاص نادزة مالك عمل يعمل تدعيم من نفسه يعني بينه وبين نفسه عارف انت ما يبقى عندك ناس فانت بتدعم بتدعم من جوه الناس اللي عندك طب التدعمات الخارجية واللعيبة الخارجية والصفقات ايه الاخبار لان انا شفت بصراحة موضوع فتوح فرحة كبيرة جدا من جمهور نادزة مالك تحسوا ان هو يعني احساس ان هو انتقل من اهلي للزمالك كما هو عندك اصلا في نادزة مالك انت ليه ما حلتش المشكلة دي في الاول ليه ما حلتش الازمة دي من الاول ليه اخدت قرار بالبيع وكلام عليه بطريقة بصراحة كانت مش حلوة خالص واحنا اتكلمنا في القصة دي اكتر من كذا مرة وناس كثيرة جدا اتكلمت طالما خدت القرار يتكون خدت القرار وتكمل عليه لانك انت دلوقتي لما ارجعت وماضيت معاه ووقعت معاه الموضوع ما بقاش حلو بصراحة اي لعيب هيعمل معك كده اي لعيب هيعمل معك الازمة هيلعب بورية الاهلي وينزلك في النلة حمرة في الستوري ويروح يتصور مع لعبت الاهلي وفي الاخر هو ينفذ الطلبات هل نادي الزمالك وصل لمرحلة ان هو يغضع لشروط اللعب برضو مجلس الادارة اه فرحة امش خلاص هو لعيب عندك قصة هل وصل نادي الزمالك خلاص ان الامور بقت اي لعيب دلوقتي هو اللي يتحكم مع شوية سور مع شوية جماهير مع شوية بيجات الموضوع بقى خلاص كده هيبقى تمشي كده هل انت مقتنع ان انت مضيت معاه هل انت مقتنع ان هو ولقوا ليك لان الكلام اللي بتقال بصراحة في الفيديو بتاع فتوح انا واحد من الناس ما اقنعنيش ما اقنعنيش الفيديو خالص اه انت حقق ان انت تتكلم وتصالح جمهورك حتى الاعتذار بتاعه تحيس انه مش عايز يعتذر اصلا يعني انا ما شفتش ناس بيقولك اعتذر يعني انا ما شفتش اي اعتذار خالص من فتوح فين الاعتذار بتاعه يعني يا جماعة فتوح الفيديو بتاعه كان في اعتذار ما انا ما شفتش اي اعتذار او كان بيتكلم على الموقف وصل الجمهور فهمني غلط والجمهور فهمني صح لا الكلام ده مش اه الجمهور ممكن نتعاطف عشان عشان خاطر الظروف اللي بيمر بيها بس موضوع فتوح واندمام الزمالك عليه كلام كتير جدا اشتركوا في القناة